في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة جميع أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإدجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهدف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 2120 عنصرا إجراميا ومصر عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق 25 مدرية أمن وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، قتل، مخادرات، سرقة وضبط معهم 1221 قطع السلاح ناري أبرزها جيرينوف ورشاش ومائة وتسع وثمانون بندقية ألية وأربعون مسدسا ومائة وست وستون بندقية خرطوش وثمانمائة واربعة وعشرون فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقاهلية وضميات وبرسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 237 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر سلسة ألاف وتسعمائة وإحدى وستين قطع السلاح ناري بحوزة سلسة ألاف ومائتين وسبعة وخمسين متهما أبرزها جيرينوف ورشاش وخمسمائة واربعة مندقية وثلسمائة وخمس وتسعون مندقية ألية ومائة واثنان وثمانون مسدسا و2876 فرد محل الصنعة وكمية من الطرقات المختلفة العيرة واربعمائة وثمان وسبعون خزينة إضافة لأربعة ألاف وتسعمائة وخمس وتسعين قطع السلاح أبيض كما تم ضبط سلاس ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط واحد واربعين تشكيلاً عصابياً ضموا مائة وواحداً وسبعين متهماً قاموا بارتكاب مائة وتسعة وخمسين حادث كما تم ضبط خمسمائة وثمانية وثلاثين متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنها ارتكاب أعمال البلطقة وتم كشف أمود ثلاثمائة وثمانية واربعين حادث ما بين خطف وقتل وسرقات بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبوها بإجماري خمسمائة وتسعة وثلاثين متهماً كما تم إعادة تسع عشر سيارة مبلغ بسرقتها وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ مليونين وثلاثمائة وثلاثة واربعين ألفاً وتسعمائة واثنين حكماً قضائياً من بينها تسعة ألاف وثلاثمائة وواحد واربعون حكم جنايا وسبعمائة واربعة عشر ألف وثلاثمائة وتسعون حكم حبس جزي ومائة وواحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانية عشر حكماً مستأنفاً ومليون ومائة وواحد وسبعون ألف ومائة وستة وستون حكم غرامة وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفاً واربعمائة وسبعة وثمانون حكم مخالفة المترجم للقناة